وأنهت القوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاون التوزارة الداخلية في تأمين انتخابات رئاسية بمختلف المحافظات وبتشارك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعنصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلح تعالوا نشوف مع استمرار نجاحات أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال عملية المجابهة الشاملة سيناء الفين وثمانية عشر وتحقيقا لتطلعات أرواح الشهداء الذين ساهموا في حماية مصر وشعبها العظيم وتنفيذا لتوجيهات الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية مع اتخاذ كافة الترتيبات بمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكافة المحافظات مع القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين المراكز الانتخابية وذلك بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية يأتي ذلك في الوقت الذي أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط المراكز والمقار الانتخابية واعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تواجه المواطنين خلال العملية الانتخابية وتشارك القوات المسلحة بعناصرها من الجيش الثاني الميداني في تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية الشرقية دمياط الاسماعيلية بورسعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القليوبية الفيوم بنسويف وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة في تأمين العملية الانتخابية بمحافظة كما اتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العمليات الانتخابية بمحافظات الاسكندرية كفر الشيخ البحيرة والغربية وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية في عملية التأمين بمحافظات السيوت سهاج قنة الاقصر اسوان والمعاون تعاون عناصر من القوات البحرية وحدات المنطقة الشمالية العسكرية في تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية كما تشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية واستعدت عناصر من وحدات الصعيقة لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين اللجان والمراكز الانتخابية كما تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية كذلك وحدات التدخل السريع التي تعمل كاحتياطيات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان فضلا عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي لأي عدائية محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية تأمين الانتخابات الرئاسية من اسكندرية لأسوان من رفح للسلوم حضور تأميني قوي جدا لرجال القوات المسلحة بالتعاون طبعا مع رجال الشرطة إن شاء الله أيام الانتخابات تمر بسلاسة وأمان ويسر وكل مصر يقوم بوجبه الدستوري